ريس نمبر ايت انطلق شوط ثمن على كاسمو شيخ خليفة بن حمد الخليفة سباق هنديكاب ستين إلى خمسة ثمانين ينطلق من مسافة الالفين متر بانطلاق الثمن من الجيادة المستوردة هنا بروسيس هو الذي يتصدر سباق من البداية بروبوز ياتينا في المركز الثاني بينما المركز الثالث يتواجه السبيك باكيج مع جرالد موسي مكاك في المركز الرابع بالكاب الابيض مع فيكتوريس بينما المركز الخامس يتواجد استاد مع العفو ريسن والمركز السادس هناك لدينا الجواد فايف انجل مع بريد دوي والما ايضا لدينا ساندي موس في المركز السابع وغيتوي في المركز الثامن اذا الصدارة حتى الان مع بروسيس الملاح على صدارة هذا الشو المركز الثاني يتواجد بروبوز مع روبر تارد بينما المركز الثالث ساسبيكت باكيج بشعاري فيكتوريس مع الفرنسي جرالد موسي المركز الرابع هناك لدينا مكاك مع الفارس حسين مكي ايضا بشعاري فيكتوريس بالكاب الابيض استاد في المركز الخامس بينما ساندي مارس ياتينا في المركز السادس والمركز السابع هناك فايف انجل وغيتوي في اخر الجياد هنا الدخول في المنعطة في الاخير الان بالخطة المستقيم باتجاه خطة النهاية هنا صدار الان مع بروبوز هو الذي يتصدر شباغ المركز الثاني هناك انطلاقة ساسبيكت باكيج مع جرالد موسي والمركز الثالث هناك انطلاقة جيتوي مع العمانيان السيابي لكن صدار الان مع بروبوز على صدارة هذا الشو محاولات من قبل ساندي مارس مع الفارس عبدالله فيصل وايضا محاولات من ساسبيكت باكيج اذا صدارة مع بروبوز فاعلنا ايها المتابعون الكرام بروبوز على صدارة هذا الشو محاولات ايضا من قبل ساسبيكت باكيج وساندي مارس لكن بروبوز يطير الى اخر يشواط الامسية اذا بروبوز بطل الشوطة الثامن على كاسمو شيخ خليفة بن حمد اول خليفة المركز الثاني ساسبيكت باكيج والمركز تارس ساندي مارس وغيتوي في المركز الرابع اذا بروبوز من يخطف صدارة الشوطة الثامن والا